أهلا بكم في الحلقات الأربعة السابقة تحدثنا عن الحجر الأسود بيت إيل أو بيتي لوس ورأينا أهميته عند الوتنيين وأيضا كبناء المدبح من الحجارة رمز عند أهل الكتاب وفي هذه الحلقة نقدم لكم رمزية كعبة بيتها مقداش بيت المقدس والتي هي بطبيعة الحال قبة الصخرة بنيت في عهد عبد الملك بن مروان كما هو معلوم وتحدثنا عن بناء أبو الأنبياء إبراهيم الخليل مدبح للرب بحسب الوصية الإلهية في التوراة وذلك في صفر التكوين إصحاح 22 العدد الثاني خد ابنك وحيدك الذي تحبه إصحاق واذهب إلى أرض المرية وصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك إذن المدبح هو على أرض المرية وجبل المرية يعتقد اليهود أنه هو في أرشاليم وذلك على القدس بيتها مقداش المكان الموجود به الصخرة التي كما قلنا بنى قبة الصخرة عبد الملك ابن مروان وهو نفس المكان الذي بني عليه النبي سليمان بيت الرب بيت إيل ذلك في أرشاليم على جبل المرية بصفر الأخبار الثاني الإصحاح الثلاثة العدد الأول فكلمة مرية من أصل أرامي مار أو ماري بمعنى سيد أو قديس كمار مارون مار أفرام مار جبريل إلى آخره وجبل المرية بمعنى الجبل المقدس فقدس الأقداس كان مبنيا على الصخرة نفسها والصخرة الملساء في اللغة الأرامية والعربية هي الصفا ففي إنجيل يحنى الإصحاح الأول عدد 42 يتحدث عن التلميذ السمعان يقول العدد فجاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوع وقال أنت سمعان بن يونى أنت تدعى صفا الذي تفسيره بوتروس وبتريوس أو بيتروس باليوناني معناها الصخرة ومنها مدينة بيترا البطراء أي الصخرة وعلى جبل المرية في بيت هامقتاش يعني بيت المقدس أو جبل مرو الجبل المقدس فشعائر السير في جبل مرية لزيارة الصفا كان ضمن الطقوس التي يقدمها الحجاج اليهود بني إسرائيل في زيارتهم لمعبد سليمان كانوا يتوضعون في بركة سلوان مكفا وذلك في مدينة داود ويلبسون اللون الأبيض رمز الطهارة والقداسة ويصعدون جبل مرو أو جبل المرية لزيارة الهيكل مكان الصخرة أي الصفا وليقدموا دبائح الغفران والندور فيطوفون حول المعبد سبع مرات مثل ما طافوا بني إسرائيل في حصارهم لمدينة أريحة في صفر يشوع الإصحاح السادس العدد أربعة وذلك في العاشر من شهر السابع بالتقويم اليهودي فيكون يوم للكفارة أو يوم الكفارة يوم هاكيبور يقدم فيه كبشين الأول يقدم للرب والثاني يرمى من جرف في البرية لعزازيل بين قوسين الشيطان مقارنة بسيطة بين الحج في الإسلام هو عبارة عن عدة طقوس أهمها الوقوف طبعا بأعرفات اليوم التاسع من دي الحجة يوم طلب الغفران في جبل الرحمة واليوم الذي يليه العاشر تقام شعيرتين الأولى رمي الجمرات والثانية تقديم أدبيحة عيد الأضحى وكأننا أمام مشهد تقديم دبيحة الغفران وتيس عزازيل الذي يرجم بالحجارة ويرمى من جرف عالي ليحمل خطايا الشعب والكل يلبس اللبس الأبيض كما قلنا رمز القداسة والطهارة والفرح فهذه الدبائح لم تعد موجودة لعدم وجود الهيكل في القدس في بيتها مقداش فالنص القرآني لم يعطي للدبائح أهمية كبرى كما عند اليهود رغم وجود دبيحة عيد الأضحى والعقيقة في السنة بشكل تانوي لكن ركز على الهدف من تقديم الدبيحة وهي أن تعمل بوصية الله كما وصى بها إبراهيم الخليل في التوراة عندما طلب منه أن يكون كاملاً وذلك في صفر التكوين الإصحاح 17 لأي الأولى ولما كان أبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا إيل شضاي بمعنى الله القدير سر أمامي وكن كاملاً طبعاً تتذكرون ما قلنا في حلقات من حلقة هذا البرنامج عن معنى الدين الإسلام أي الحكم الكامل والخضوع لمشيئته بالكامل فالكلمة من جذر أرامي شليمة بمعنى سليم بريء صحيح وفي اللغة العبرية شليم معناها كامل تتكروا كلمة كامل فعندما طلب الله من إبراهيم أن يقدم ابنه البكر كذبيحة في الآية التي أشرنا لها في توراة خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إلى آخر العدد فالخضوع إلى هذا الأمر غير سهل من منا يستطيع أن يقدم ابنه الذي يحبه قرباناً لإلهه؟ إبراهيم كان باراً وعمل بالوصية ونفذ الأمر فأصبح مسلماً أي كاملاً لهذا النص القرآني يعطيه أحقية أن يكون هو أول المسلمين كمثال في صورة الحج 78 وآل عمران 67 فوصية أن يكون المؤمن كاملاً تعاقبت في وصايا الديانات الإبراهيمية فنجد المسيح يوصي بها تلاميذه وأتباعه أن يكونوا كاملين كما جاء في إنجيل متى الإصحاح 5 العدد 48 فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل وهي بالضبط الوصية التي يشهد بها الحواريون في النص القرآن وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون في المائدة الآية 111 أي واشهد بأننا كاملون والكمال في النص القرآني يقدم لكل البشرية ليس لليهود فقط فالعرب أولى بهذا الكمال لأنهم أبناء العهد كذلك لأن جدهم كما يعتقد هو إسماعيل بن إبراهيم أختتنا هو كذلك لأن في الإصحاح 17 العدد 7 أقام الله بينه وبين إبراهيم ونسله عهدا أبديا وليس لنسله فقط فحتى من ختتنا من عبيده وخدامه وبالتالي الدعوة للكمال لا تخص اليهود فقط ولهذا السبب قام الصراع بين أتباع الرسول بولوس وأهل الختان كما شاهدنا في أعمال الرسل وبعض الرسائل فهو لا يرى الختان مسألة مهمة بل المقصود منها هو ختان القلب بينما خصومه يرونها علامة على الهعهد بالذي قدمه الله لإبراهيم نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة قادمة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة